خلينا نتكلم أن على مستوى الاستعدادات ما فيش شكل النادي الأهلي مستعدي بشكل كبير جدا لكن كمان ما أثير في الفترات اللي فاتت عن وجود جماهير مش وجود جماهير رسالتي للعيبة النادي الأهلي طبعا الروح زي ما أنتم شايفين روح جميلة جدا عمر السلية مع محمد محمود الروح طبعا مهمة جدا أن الروح تكون جميلة وطبعا الفوز بالبرونزية مدي معنويات بشكل كبير جدا ديونج من أفضل لعيبة النادي الأهلي وأفضل في رأيي من أفضل لعيبة خط الوسط في أفريقيا سامي أمصان اللي بيقوم بدور كبير جدا عندنا حسام حسن قدامنا كل اللعيبة وكل الناس بصراحة إن شاء الله يكون استعداد جيد للمبرأة لكن عايز أتكلم يمكن ما قطيرة شوية عملية تواجد جماهيري مش تواجد جماهيري أعتقد ده ممكن يحط شوية شوية ضغط على مش هقول النادي الأهلي متعود يلعب بدون جمهور بجمهور ما عندناش مشكلة لكن ممكن يكون فيه استبزاز شوية لمشاعر الفريق الهلال ممكن يكون فيه شحن معنوي كبير جدا جدا ممكن النادي الأهلي هيوجهه وده طبيعي في أول عشر دايق أو ربع ساعة من بداية المباراة زي ما بقول لحضراتكم جهاز الفني اللعيبة بعيد تماما تماما عن هذا الشحن وعن هذه المشاكل اللي بتطار بره المستطيل الأخدر كل التركيز في النواحي البدنية كل التركيز في النواحي الفنية وطبعا النواحي الإدارية الكابتن سيد عبد الحفيز بيقوم بدور أكثر من رائع كالعادة كعادة الكابتن سيد عبد الحفيز لكن مباراة مهمة جدا لعدة نقطات النقطة الأولانية البداية وده برضو اللي قال المسيماني من خلال المؤتمر الصحفي قال دايما البدايات في البطولات بتكون بدايات صعبة ما فيش شك أن البداية مهمة جدا جدا أنت بتلعب في دور المجموعات المباراة الأولى بتلعب أمام فريق محترم فريق الهلال السوداني لكن أنت النادي الأهلي وطموحات النادي الأهلي وطموحات اللعيبة تكون إن شاء الله بداية موفقة والفوز في هذه المباراة زي اللي بقول لحضراتكم دايما النادي الاهلي بتعامل بالمراحل مرحلة النهاردة احنا بنتكلم في مرحلة دور المجموعات مركزين في المباراة دية جدا جدا ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا اللي ان شاء الله تبقى خطوة جديدة للوصول للحيداشر الحيداشر طبعا اللي بكل جماهيري النادي الاهلي انا كنت السنة اللي فاتت دايما عامل شعار كده مع جماهيرنا ومحبين العشرة يا اهلي بنقول لهم الحيداشر ان شاء الله يا اهلي علشان عايزين كمان نشوفكم ان شاء الله في كاس العالم للاندية السنة اللي جاية وتكونوا بإذن الله في المباراة النهائية